اجيلها اسبوع كنت هتحبس اسبوع زيادة عشان كده دفعت الكفالة مع اني مش مفروض ادفع كفالة محامي بتاعي الدكتور محمد حمودة راح للنائب العام او المحامي العام يعني المتهمة بتاعتي محبوسة ليه مفيش اي سبب تبقى محبوسة عشانه فاضطريت ان انا ادفع كفالة عشان ما عودش اسبوع كمان في السجن ده بعد ما جاءت التحليل الطبية طبعا طيب خلينا ابدأ بس بالقضية لما دايما القضية اول ما تفجرت هذه القضية دايما ما يبقى فيه تعاطي قضية تعاطي مخدرات وفيها حتى خلطة من النساء والرجال بيتم يعني اطلاق الشائعات وتأخذ القضية اكثر من عنوان يعنيتي من ده قبل ما نحدد ايه اللي حصل لكن قضية فيها شباب ونساء يتعاطون المخدرات هكذا القضية بتاخد بقى عنوان مختلفة بالضبط ايه العنوان اللي وصلت الى اذنك خلال هذه القضية؟ حملت تشويه رهيبة قالوا ان انا كنت في شقة مشبوهة قالوا ان احنا خمس رجالة وخمس ستات ده مش حقيقي هم اربع شباب وفي بنات صغيرة وانا اكبر اكبر واحدة في السنة في في تباين سني رهيب في بنت عندها 20 سنة اصغر من بنتي وانا في الخمسة في اول الخمسة انا واحد وخمسين سنة ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يعني انا عرفتهم في الحجز في اسم قصر النيل وفي السجن في سجن الاناطر هم زباين يعني هم زباين دخلوا محر في الجالوري اه انا عرفتهم لما جمعتنا قضية واحدة يعني في ناس كتير ما كنتش عارفهم ولما جمعتنا قضية واحدة اه عرفتهم انا هدخل في التفاصيل بس زي ما بقولك انه القضية ما بتاخدش حتى عنوان المخدرات فاس إلحق اه ضخلطة يبقى مخدرات ضعارة شقة مشبوهة هيروين كوكاين تعاطي مدمنة اه في حاجات تشويه وكله اه وبعدين لما بتطلع البراءة يعني انا فيه اه صفحات مفرودة نصها في جرائد كبيرة وبعدين خبر البراءة قد كده ما يجيش ثلاثة سنتي طبع بس هو لسه الغاية لوحدة ما فيش براءة يعني انت يعني انت خروج حتى بكفالة في قضية لسه ما فيش حكم براءة طبعا بس نتيجة تحليل الطب الشرعي مش ما عمل تحليل ده الطب الشرعي الخاص بالحكومة اه ان انا ما بتعطاش اي نوع من المخدرات طيب اه انت هنا موجودة في الجلاري المدبوطات اه سواء بقى انت بتتعاطي اا او لا تتعاطي لكن المكان نفسه كان بيتم في التعاطي وفي مدبوطات كثيرة تتعلق بالحشيش والمخدرات اللي تم ضبطها انت ما شفتش ده وانت موجودة؟ لا خالص خالص ما حصلش ما شفتش حد بيتعاطى وانا بروح للجالوري ده من وقت للتاني لاني انا متيامة بالمشغولات الفضية القديمة والحاجات اللي هي من روح البيئة والجالوري ده كل معروضاته من كده عمر بيعمل أرتورك بالحاجات بالإيد كله هاند ميد وانا متيامة بالحاجات دي وجايب حاجات من عندهم البيت يعني حاجات أباجرات وحاجات قديمة وفضيات وأحجار كل الحاجات دي المحل بياردها بقى كل ده كويس لكن انا كمان يعني مش ممكن اقول انه يعني الشرطة هتلفك لحتخطها زيل يعني فيه أحراز متعلقة بحشيش وأنبوبة بلاستيك شفافة اللون بداخلها زيت الحشيش المخدر 30 جرام بانجو بحيازة صاحب المحل خمسة جرام حشيش أمبوبة بلاستيك بياه أثار استنشاك مادة الكوكاين دي ملعقة فضية اللون بداخلها أثار تعاطي مادة الكوكاين ده موجود في المكان انا ما شفتش يعني انا شفته ان المباحث كان بتدور في كل حتة وكانوا هيتجننوا انهم مش لقين حاجة ده اللي انا شفته بعنايا وخدوا عمر فاروق لبيته جنب الجالوري عشان يفتشوا بيته ورجع ملقوش حاجة ده اللي انا شفته فجئت في النيابة بيعرضوا علي الأحراص دي فقلت لهم الحقيقة اللي انا شفته لحظة الضبط يعني تصورين ايه اللي حصل بالضبط حينما تم القاء القبض عليكي انتي وهذه المجموعة انا كنت بتفرج على كنت اشتريت براسلي فضة من تحت خدتها اخترتها عشان اشتريها وطلعها بتفرج على حاجات تانية لقيت صوت تكسير مفيش ثواني ولقيت عمر فاروق بيتضرب من كذا واحد تقين كده كنت فاكراهم بلطاجية وبعدين عرفت بعد ثواني نوم بوليس لما لقيت الزباط شكلهم زباط بعد كده طلعوا محل سلم طالع كده حديد وبعين طلبت منهم ما يستخدموش مع العنف انا وواحدة معنا وقلت لهم محدش فينا هيهرب وطلبت اول حاجة افتشوني كان في ايدي بلطو بتاعي ساعة ما دخلو والشنطة وانا اول واحدة فتشت انتوا قلت لهم فتشوني اه طلبت انهم يفتشوني لما الزبط قالي احنا بندور على مخدرات ام وانا اول واحدة فتشت وحتى ما احضر المباحث بيقول ان هو ملقاش معايا اي حاجة بس وقعدوا يفتشوا في المكان كتير قوي وقالوا ان ما فيش حاجة انتوا هتروحوا وقالوا ان ما فيش حاجة انتوا هتروحوا